السلام عليكم يا احلى واغلى المتتبعات كيف ديرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد واليوم ان شاء الله سنشارك معاكم ميني بطبط بعجين سهل التحضير بدون دلك وبدون مجهود دغية كنحضروه وبحشوة اللي كتجي لدي ده وسهلة التحضير حتى هي وكن عمروه يعني كن عمروه وكن طيبوه دغية ما كي يخدش لنا وحد الوقت اللي كي كنتوين وكيجي من الداخل خاوي وكيجي في نفس الوقت زوين جربوه ووردو علي الخبار كيف جاكم ومتأكدة غديجيكم زوين كيف كتلاحظو هدي هي النتيجة ديالو وما تنسوش الى كنتو لأول مرة كتزور القناة شاركو وضغطو على زل الجرس بش يوصلكم كل جديد وهاد القناة هدي كل ما هو مفيد غدي تلقاه فيها ان شاء الله ولا عشبكم الفيديو ما تنسوني شمال اللايك ومنتجياتكم وتعليقاتكم الرائعة اللي كنتظرها دائما وبالنسبة المقادر ديالعجين بسم الله على بركة الله غدي نحتاجه 500 جرام ديالدقيق الابيض اللي هي جوج بعبن يعني العبار ديالجوج بعبن وغدي ندفع لها 250 جرام ديالفينو اللي هي جبانية واحدة كيف كتلاحظو يعني دائما تطاقع كيكون ضحف ديالفينو وغدي ندفع معلقة صغيرة تكون مملوء جيدا خميرة الفورية ومعلقة صغيرة تكون مع مراش مزيان ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال السكر وغدي نجمعوا هاد المكونات كاملين بالمدافي حتى نحصلوا على العجين يكون يعني في حالها كاك يبقى كي تلسق شوية فليدينو كيف كتلاحظو هادا هو شكل ديال ديال العجين يعني بناس انا هنا يرى متلكتوش غرج معته فقط يعني كيف كتلاحظو رد يرى فهاد الإناء هادار غرج معته سوف نحاولو ندخلو لها نيدا كتلاحق مزيان ومن بعد كن ناخدوها شوية من زيت المائدة سوف يكون ندهنو بيه وكن نغطو العجين حتى يختامر وبالنسبة الحجوة فالحجوة البنات كتبقى اختيارية دلو انتم الحجوة اللي كتفضلو اللي متوفر عندكم واللي بغيتو فهنا هنا غدي ندرو يعني حجوة اللي بسيطة وسهلة في نفس الوقت قطعنا هنا يوحد بسلا كي يكون الحجم ديالها شوية كبير وكن نحاولو نقطعوها قطع صغيرة كيف كتشوفو نحاولو ننشلضوها تكون رقيقة كتشوفو نضيفو لها شوية من زيت النباتية ولكن توا غدي ندروها بالطون فاضيفو الزيت ديال الطون باش فحالها كي يبننها وكتجي زوينة في الماطاق حو نضيفو لها شوية الملح ونخلوها حتى اضيتها بشوية ومن بعد ما غدت يعني تطيبو حل بصلة شوية كيف كتلاحته فغدي نضيفو لها الفلفلة اللي قطعناها يعني الفلفلة الحمرة والخضرة يقطعناها قطع صغيرة قطع صغيرة سوف نضيف لها 1 شوية الزيت الطون في صار حارة كيبننها لكنتو غادي نضيروا الطون في الاخر فضيفوا الزيت الطون في حال هكي لانه كيبنن الحشوة كتر ونضيفوا لها التوابل من بعد ما طابط الفلفل لها شوية كيف كتلاحظوا فضفنا هنا ايه 4 معلقة صغيرة ديال البزار نص معلقة صغيرة ديال تحميره 4 معلقة صغيرة ديال سكن جبير 5 معلقة نص تقريبا المعلقة كبيرة سوف نخلطوا جميع المكونات مزيان ومن بعد ما طابط الحشوة ضفنا لها نص معلقة صغيرة ديال الحريسة وكتبقى ختيارية ونضيفوا جوج علاف ديال الطون ديال الزيت كيف كتلاحظوا سوف نخلطوا جميع المكونات وديك سعادة سوف نضوقوا الحشوة ونشوفوا هاي انيه لكان مازال خاصها الملحة فغادي سوف نضيفه إلا كان نصفي ما خدتها للملحة فغادي نكتفيه هذا الملحة اللي قدرنا في الاول هن دائما البنات نبقى مركزين على لوحة الحاجة بان الطونر راح يكون مالح ويزيد من نحلين الحشوة وحتى الفرماج الحمار احتى هو لك انتو غادي نضيفه احتى هو راك يكون مالح فهنا بالنسبة للعجين من بعد ما اختار مركز كنتلاحظه فكن حاولو نقسمه في حال هكا على جوج يعني كيكونو جوج كورات يكونو متساويين كناخدو الفينو كنرشو بيه في حال هكا سطح العمل سوفو كنقسمو فيه في حال هكا يعني العجين ديانه على جوج كورات وكنناخدو المدلك وكنتو نصرحو في القورة الاولى ويكون يعني تكون رقيقة شوية وكنتو نصرحوها وكنتو نصرحوها يعني احداها تتمل بنادرة صراحة يعني الكورة التانية فكنناخدو كذلك شوية ديال فينو وكنتو نصرحوها احتى هي في الشيها الاخرى سوفو هنا يكنناخدو الحشوة كيف كنتلاحظو كمدو نحط فيها بحال هكا كل بلاسة فيها شوية ونحاولو نخلو الفراغ يعني ما بين حشوة وحشوة باش فعل هكا مالين كنقطعو يعني لقو البلاسة اللي غادي نقطعو كيف كنت ص่وعو فانا كنخهلي خلي الفارق وكنحوت شوية من الحشوة واخديا yeah الكاس give送 وكنتو بغيت شوفوا الكاس تكون شوية كبر من الحشوة يعني كبر من مكان اللي غنحطه في الحشوة باش هكا الحشوه ،اني انها تسعف هذك يعني الميني بط باط سوف يكن قطعو كن بدون نطيبوه مباشرة ما كنت تنوش عليه يعني مباشرة من هنا كن بدون نطيبو فيه ما كنخلوهش حتى يخمر بصفة نهائية يعني مباشرة كن ناخدو المقلاء وحنا كنصوبو حنا كنطيبو في نفس الوقت يعني كيخمر المرة الأولى فقط أما المرة الثانية يعني مبضرورة للبناس ومؤكد أنا نطيبوه مباشرة فكن ناخدو مقلاء حتى كتسخون كنضيفو لها وحد شوية الزيت ممكن أنكم تطيبوه بحلهاك يعني بلا زيت ممكن نضيفو الزيت يعني كيبقى على حسب الرغبة ديالكل سيدة سوف يمن بعد غدي بناخدو شوية من زيت نباتي وغدي ندهن بها في حل هكا يعني المقلاء كاملة وغدي نحط هاد دائرة هذو أو هاد ميني يعني ميني بط بط سوف يمندو نحطوهم في حل هكا كيف كتلاحطو هنالبنات راهم تقريبا متسنيتش بزا يعني حتى التحمر على ذيك جاعد نقلبو الله يعني خاص غير تحطوه غير واحد شوية دغية تقلبوه قبل ما يعني قبل ما يتحمر كيف كتلاحظو أنا كنقلبوه هنا يعني غير كيش يدرسو شوية كنقلبوه مباشرة وكنقعوا له هاد شكل حتى كنطيبوه وهذا هو شكل ديال ميني بط بط اللي يعني بعاجيل اللي زوين بزاف وبدون دلك وبدون تعب يعني بلا مجهود بلا حتى حجال بنات دغية كنحطروه يعني غير كنجمعوه كيف كتلاحظو وصفوه وكنخلوه حتى كيرتاح وكيختامر المرة الاولى صفوه من بعد كنوجدو يعني القيسة اللي كنوجدوه في هاني الحشوة ومن اللي كنوجدو حشوة مباشرة كنبدوه نعمره وكنطيبوه مباشرة يعني مكن تسنوش بسفة نهائية حتى كيختامر وكيشي هذا هو شكل دياله يعني ضرورة البنات حاولوا أنا العجين يكون شوية رقيق كنتمني يعجبكم الفيديو ديال اليوم ولا عجبكم ما تنسونيش ماللايك للفيديو وتعليقكم الرائع والمحفز اللي كنتظروا دائما ولكن تولي اول مرة كتزوروا القنات ما تنسوش تشتركوا واتضغطوا لازال الجرس باش يوصلكم كل جديد وكنتمنى تبارتجو الفيديو مع اصدقائكم وعائلاتكم باش دعوهم الفائدة لان بحل هات فيديو هات هادو البنات اللي يعني كيستحقوا نبارتجوهم لانهم كلهم افادة وكيف ما عاربين حتى القنات ديالي دير فيها يعني شحل من حاجة كنحاول اناني نغير لكم وكل مرة نحط لكم شي حاجة ولكن كتكون دائما شي حاجة اللي مفيدة وغادي تفيدكم وها هو البنات البطبط يعني حاولت نحلو لكم تشوفوه في حال هاكا كيف دير من الداخل يعني كيف كتلاحظو كيجي محلول ما كيجي لن ندقس لسا حاجة يعني كيجي خاوي يعني كيف كتلاحظو غير الحشوة كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم وخليت لكم الراحة والهناية احلى واغلى متتبعات الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة